السلام عليكم اهلا بكم في قناة المستر النارد عن حل ملحق بيت باي بت سنة تلتة عدادي الترم التاني حل المتحل الخمس والسادس وحفظات الغربية والدقاهلية من صفحة مئة اتنين وعشرين لصفحة مئة سبعة عشرين انتظرون صفحة مئة اتنين وعشرين المتحل رقم خمسة من حفظة الغربية اول سؤال محادسة نفهمها كويس ملك اند نوها ارتوكين بتكلموا عن ايه برحلة لودي الحتان فانوها ايه بتقول لها هل انت سمعت عن لودي الحتان ردت ايه نقط هنا في رقم واحد وقالت يعني حفريات ايه كثيرة قديمة توجد هناك يبقى طبعا هتقول ايه في رقم واحد من فاش تقول نو هنا وبعدين رقم اتنين هتسألها سؤال قدت لها اتس ان الفايوم دي بريشان هي موجودة فين في مخفض الفايوم ساوث ويست اوف كايرو يعني جنوب غرب القاهرة بعتقول لها اين ايه يوجد وادي الحتان اين هيبقى وير ونجيب فعالة مساعد نستخدم از يبقى وير زت السؤال اللي بعده انها قالت ديو تتعتقدي اتس اجود بليس ده مكان جيد ان احنا نزوره يعني هتقول طبعا ايه نعم اعطاكت ذلك نو قالت لها هكون في ايه بقى رحلة مدرسية هناك هنروح هناك يعني وادي الحتان في اجاز نص السنة القادمة ممكن نروح مع بعضينا معا فملك قالت يعني كم ثمن اللي ايه الرحلة ديه تتكلف ديه عشان نروح ففي الاجابة اللي بعدها ردت وبعد كده قالت لها ذات سنة هذا ليس غالي يبقى تقول مثلا ايه اتكوست السنة تكلف 100 باونس 100 جنيه الرحلة ديه فخمسة هنا ايه سألتها سؤال نوها ردت وقالت نو لأ لا انا مقلت والدي بابا يا امامتي يعني عن ايه عن الرحلة ديه يبقى هنا في نو يبقى استفهم بهل نقدم هاف ديه يبقى هل قلت ايه هوا اللي اخبارتي ولديك عن الرحلة دي هاف يو طولد ونحول ماي الى يور هاف يو طولد يور ونكمل بقى بيرانس ابوت ات بيرانس ابوت ات السؤال اللي بعده اقرأ واكمل النص والكلمات اللي هم الديالي دي القطع دي طبعا بتقرأ كلها الاول عشان ايه تفهم فكرتها هنقول معناها يجب ان احنا نهتم بالكوكب بقعنا اللي احنا بنعيش فيه there are mini ways في طرق كثيرة اللي جعل الكوكب ايه تو بي جرين هنا معناه ان يكون ايه غير ملوس يعني this can be done ممكن ده يتم باستخدام sustainable يعني مستدام واحد هتبقى الاجابة products منتجات مستدامة we can use احنا ممكن نستخدم نقط light bulbs المصابيح الايه الموفرة هتبقى الاجابة اثنين energy saving موفرة للطاقة دي ما بتستخدمش ايه تسهلكش كهرباء كتير يعني we can also use في ثلاثة ممكن نستخدم ايه batteries بطاريات rechargeable يعني قابلة لايه لعادة الشحن الجملة الاخيرة if we didn't help لو احنا مساعدناش البيئة our life حياتنا نقطة بي مور دي فكرة هتكون صعبة هنا دي الحالة التانية من f يبقى ده ماضي بسيط عشان كده هنختارهم ود ود زي ادي المصدر صفحة 123 ودي القطع هنقول فكرتها بقول كثير من مصرييين اعتدوا هستمعوا اللي ايه للراديو ما لهم بقى يتذكروا من صوت ايه فاروق شوشا هو مقدم ايه ايه زاعي مشهور وكمان ايه شاعر شهير من اول هي هنا هو ايضا ايه اشتغل كاستاذ جامعي في الايه الادب العربي في الجامعة الامريكية في القاهرة اتولت سنة 36 اعتدوا ان يذهب للايه آآ للمكتبة لما كان صغير بعد كده جات له الفرصة ان يقرأ كتب كتير في الادب العربي بعد ذلك ذهب لجامعة الايه القاهرة وتخرج من كلية دار العلوم هو اشتغل كمقدم برامج مقدم ايه برامج اذاعية سنة 58 وبعد ذلك ايه اشتغل في ايه مقدم برامج في التلفزيون ايضا هو ايه احب ايه الشعر واللغة العربية حبه ده ايه لا يتوقف ايه الحاجتين دول هو اقدم كسر من البرامج مثل لغتنا الجميلة في في الراديو وقدم كمان امسية ثقافية هو يسمى حارس اللغة العربية لانه يبقى اعتاد ان يتحدث عن جمال اللغة العربية وادبها فاز بجائزة النيل في الاداب سنة الفين وستاشر الاسئلة بتاعتنا بتاعت الكطع واحد تبقى ايجابة دي شاعر اتنين تبقى ايجابة دي برضك في سن ايه الستين رقم تلاتة هتبقى بيه اربعة ويوص فاروق شوشا كولد اللي ماذا سميه the guardian يعني الراعي او الحارس للغة العربية ايجابة ايه رقم اربعة من القطعة هتبقى الايجابة من اول بيكوز لانه بيكوز هي يوز دي تو توك اعتاد انه ايه توك اباوت اتحدث عن ذا بيوتي جمال اوف ذا ارابيك لانجوش اللغة العربية وادبها حد هنا خمسة name to يعني ايه اسكر اسم ايه برنامجين فاروق شوشا قدمهم برنامجين عمت our beautiful language اللغتنا اللي ايه العربية لغتنا الجميلة والتاني امسية ثقافية يا دي الاجابة خمسة رقم ستة ده بقى ايه سؤال تفكير نقدي do you think هل تعتقد you can spend طيق دي جزء من وقتك listening to the radio الاستماع للراديو لو قلت yes قل ليه لو قلت no قل ليه هنقول مثلا دي اجابة مثال انت ممكن تقول اجابة تاني yes نعم ممكن استمع للراديو because it is interesting لانه شيك سؤال اللي بعده اختياري واحد a noat is a person هو الشخص who's job اللي وظفته is to write news يكتب اخبار ومقالات for newspapers للجرائد والمجلات journalist صحفي صفحة 124 رقم اتنين the noat is a large white animal حيوان ابيض كبير who lives on the ice بعيش على التلج في الايه كرة كتبية لو طبعا ايه بولار بير الدب كتبي the opposite العكس الكلمة traditional يعني تقليدي عكسها modern حديث اربعة مصطفى has just got a degree يعني لسه حصل على ايه الشهادة من الجامعة this means he has just graduated لسه متخرج خمسة we add the suffix نحن نضيف اللاحقة لكلمة cost يعني ساحل to form an adjective عشان نكون انها هي الصفة هنضف لها al coastal ساحلي ستة كل اللي همنا في الجملة دي genius لها ايه ماهر جدا عبكاري يبقى very clever بيرسون شخص ماهر جدا السؤال اللي بعد نقول سبب الاجابات رقم واحد used to هنا في didn't يبقى نرجحها المصدرة تبقى used to اتنين جملة دي متحولة الى غير مباشر تمام مفيش اكواس وربط بذات يبقى نحاول ويل الى الايه الماضي منها تبقى would تلاتة دي قعدة before بعدها ماضي بسيطة هوا ووز invented يجي قبلها ماضي تام تبقى have هتبقى had اربعة avoid يجي بعدها الفعلي في ing نعزف الايه ونضيف ing خمسة في هنا ago تدل على الماضي البسيط يبقى is هتبقى للماضي ايه was مبني المجهول هنا تبقى was صفحة مية خمسة وعشرين اللي متحرق مستة محافظة ده قهلية اول سؤال محادسة فاطمة and dream are talking بتكلموا عن ايه بقى their dream jobs يعني الوظيفة اللي بيحلموا بيها الوظيفة اللي بيحلموا بيها فاطمة بتقول what job ما الوظيفة do you want to do اللي انت تحب باييه تقوم بيها when you are older dynamic barry ريم فردت وقالت مش حقول اي وظيفة بقى عشان هنا بتقول a journalist بقى لازم اقول I want to be a journalist عايزة اكون ايه صحفية فقيت لها so I am thinking about studying media انا بقى بفكر في دراسة الايه الاعلام فهنا فاطمة قالت you will be good on tv هتكون ايه جيدة في الايه في التلفزيون as a news reader كارية اخبار فردت ايه رد عليها هتلاها I see انا افهم انا فهمت يعني you don't prefer to be on tv انت لا تفضلي انك ايه تظهري على التلفزيون او تشتغل في التلفزيون يعني بقى للجرائد اللي ايه اللي عبر الانترنت رين بقى سألتها سؤال قيت لها I like to be او ايه بديزاينر انا عايزة اكون انا بقى ايه مصممة مواقع بقى هتقول لها ماذا تحب ان تكوني what would you like to be هترد فهربعة وتقول لها grade ده شيء عظيمة او اي اجابة مناسبة خمسة سؤال هنا قيت لها يور بالرذة اخوكي كان بي ذا فوتوغرافر ممكن يكون ايه المصور رح تقول لها ايه مين اللي ممكن يكون المصور من يبهو كان بي ذا فوتوغرافر ان يكون ايه المصور او ممكن اجابة تانية وتباوت ماذا عن اخي ممكن يشتغل ايه يعني السؤال اللي بعده read and complete the text اقرأ واكمل النص بالكلمات دي القطع بتقول يجب ان احنا ايه نبذل ايه اكسارة جهدانة يعني المحافظة على البيئة نظيفة واحد هنا ويه هتبقى مصند قددون من ايه لانوزيل الاشجار لانها بتمتصة طبعا ايه سانوكسيد الكربون ايه مصند ايضا لا يجب علينا بيرن احنا نحرق ايه نقطة فيولز الوقود يبقى الحفري اثنين فصل حفري لتجنب تغير الايه المناخ that's why we should لذلك يجب ان احنا يجب علينا ايه use نستخدم ثلاثة renewable يعني متجدد energy الطاقة المتجددة زي الطاقة الشمسية والرياح اخر حاجة so we will be able to live عشان نعيش في المكان ايه بقى safe environment بيقى بيقى امن صفحة 126 ده السؤال ايه القطعة نقول معنى القطعة بتتكلم عن recycling اعادة التدوير ايه دي معناه ايه تحويل الاشياء القديمة ديت الى اشياء ايه جديدة اول شي ان احنا عشان نعمل ايه الاعادة التدوير ده ونجمع بقى الاشياء اللي احنا ايه اه سوف يعد تدويرها وديت تشمل ايه بقى حاجاتها مصنوعة من الورق والمعدن والازاز والايه والبلاستيك زي الكنز والجرايد والزجاجات وهكذا بقى والايه والاكياس بعد كده بول هنا من اول بمجرد ان انت تضع بقى الاشياء اللي انت مش عايزها ديه في السلة الايه القمامة وكده اللي بيحصل في شاحنة بتاقتي وتشير الحاجات دي كل شيء بيذهب الى مصنع هنا بلنت معناها مصنع بقى مصنع اعادة التدوير هناك اللي بيحصل المواد دي بتنفصل بقى عن بعضها في اكوام مختلفة وبتيجي كمان ايه مكينات خاصة بتصحق يعني بتعصر اللي هي كل كما كده ايه معا على ايه على بعضيها اخر باراجرافينا من اول كلمة ناو بيقول ايه بيدي مثال على ازاي بقى يعادة تدوير اللي هي الورق اولا الورق ايه بتقطع الى قطع صغيرة جدا اللي هو ايه اللي الناس رماتوا ده جمعوا بعدين يقطعوا الى ايه قطع صغيرة جدا ويصب عليه بقى ايه ما يبقى كومة بقى يصب عليه ايه مياه خاصة كده فيها مواد كيميائية فبتخليه بقى ايه يلتسك ببعضه ويتم قاعدة تصنيعه الى ورق ايه جديد مرة اخرى ريسايكلينج قاعدة التدوير دي بتحافظ على الكوكب بتاعنا فهو بيقلل النفايات وكمان بيوفر الايه الطاقة وهكذا الاسئلة بتاعتنا رقم واحد بقول الفكرة الرئيسية للقطع هتبقى سي قاعدة تدوير ده شي ايه اهم جدا اتنين هتبقى الاجابة دي مقصود بقى ايه الميال ايه المخصصة ديت لقاعدة تدوير الورق اللي بيكون عليها ايه مضاف عليها مواد كيميائية تلاتة كلمة كراش يعني يصحق يعصور السهلة الرابع ما هما الطريقتان اللتان يحافظ فيهما اعادة التدوير على صحة كوكبنا يعني ازاي بيحافظ على ايه صحة كوكبنا والحكتين يعني هتبقى الاجابة دي ان هو بيقلل ويست النفايات وكمان ايه يوفر الطاقة. رقم خمسة كلمة اللي في القطعة دي في السطر السادس تشير الى. الزير هي تشير الى ايه مصنع قاعدة تدوير. السؤال السادس وفقا للقطعة. اه قول يعني عن حاجتي ممكن يعادد ايه تدويرهم. هو عايز حاجتين وهنقول اللي اجابة دي كلها. نقول بيبر بحد باجز. ممكن تقول ايه بحاجتين وخلاص. كل الاجابة ديت محتملة. صفحة مية سبعة وعشرين. اللي اختياري. اه رقم واحد. نوات از اجروب اوف انيمالز. مجموعة من الحيوانات او نباتات. او نباتات. النفس النوع ليه كلمة ايه? اسبيشيز. معنى اصناف. اتنين. اللي من هنا ذا سنة المرادة في كلمة جلوبال يعني عالمي انترناشنال. تلاتة ايه نوات از الارجي ايريا اوف لاند. مساحة كبيرة من الارض في العالم. مثل افريقيا واسيا واوروبا اللي هي دا تعريف ايبا كونتنانت كارا. اربعة. the ناتشرل هوم يعني الموطن الطبيعي. اوفان انيمال. لحيوان او نبات ايبا بيكون ايبا? معنى موطن او بيئة. خمسة. نحن نضيف البادئة. عشان نعمل العكس من كلمة ليا دقيق يعني هتبقى ايه? بمعنى غير دقيق. ستة. لما توقع هزي الايه الهدية? انها مميزة كده. هدية خاصة مميزة. السؤال اللي بقى نقول سبب الاجابات. هتبقى اس visited. هنا في افري. دل على المدارع البسيط. ده بقى مدارع بسيط مبنى للمجهول. يعني المتحى في المصر ايه? الكبير ده يوزار يزور يعني الناس كتير ايه كل سنة. مبنى مجهول للمدارع البسيط. اتنين. هتبقى هنا في قعدة اف. بعدها مدارع بسيط. تبقى الحالة الاولى من اف. ودي على هيقة ايه? سؤال. ابقى نقدم هتبقى الايجابة بدل يو دو. تلاتة. يجي بعدها الفعل في المصدر. نحزف الاي نجي بس خلي بالك تضيف ايه? اي هنا تبقى ويست. اربعة. هنا بيقول ان هيبة بتعمل ايه واجبها? فورتو اورز. بقى لها ساعتين. شي هازنت فينشد. ما خلصيتش بعد. بقى مدارع تام مستمر. خلاص ما تنفعش ليه? عشان طول دي بيجي بعدها? مفعول. ما فيش مفعول هنا. تبقى لاجابة سيد زماهية. لان السيد دي ما بيجيش بعدها مفعول. الفيديو انتهى. اتمنى لكم دوام التوفيق.